السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي المستمعين أهلا بكم اليوم سنجيب قصة جديدة من القصص الحقيقية التي أصحابها أخطروا القصص التي تنشرها لنا في القناة وهذا شكر لهم طبعا وبفكركم أن أي حد منكم عنده قصة سواء حقيقية أو قصة هو كاتبها أو فكرة قصة هو عايزها تكون قصة ممكن يبعت لنا وإن شاء الله هننشرها له وإذا كانت فكرة بس برضو هنعمل عليها قصة وإن شاء الله هننشرها وأتمنى أن تكون القناة عند حزن ظنكم كل قصة أنا بنقلها من شخص العهدة على الراوي يعني هو لو صادق لو كاذب أنا لا أعلم العهدة على الراوي أفكركم الاشتراك في القناة مهم جدا بالنسبة لقناتنا وقناتكم عشان تنتشر زائد تفعيل زر الجرس عشان كل جديد يجي لكم زائد المشاركة أن تأخذها عندك وتشاركها مع أصدقائك أتمنى أن الفيديو يعجبكم نهاردة إن شاء الله قصتنا بعتهن أخ صديق لكن هو اختار إن اسمه ما يتقلش لكنه اختار اسمه مستعار هو محمد عبد الحميد فأحنا هنعتبر إن اللي بعتها فعلا محمد عبد الحميد ونبتدي قصة تعيدة أنا محمد عبد الحميد قصتي بدأت وأنا في المعهد أو بمعنى أصح وأنا داخل المعهد كان المفروض إن أنا حنزل المدينة اللي هي قوسنا أحضر في معهد هناك وحتعلم هناك وكان من متطلبات إن أنا كون في المعهد إن أنا باخد سكن يكون قريب من المعهد عشان ما سافرش واجي كل يوم المهم بعد ما رحت أول يوم وكان معتاد خلصت إجراءاتي في المعهد بتاع الالتحق بالمعهد وغيره بدأت أبحث عن شقة دلوني عن مكان صاحبته بتأجر شقة للطلب رحت لقيت بنت ووالدتها لكن والدتها كان شكلها غريب هي كان وشها مليان حبوب كده أنا معرفش كان شكلها غريب شوية وتحس إن وشها وارم كده لدرجة إن فعلا كان شكلها لفت انتباهي وكت قلقان منه المهم اتفقنا على الأجرى المفروض حتتدفع وروحت الشقة اللي كان فيها مجموعة برضو موجودة مأجرة من قبل مني مهم رحت ومن أول ليلة وأنا نايم بقيت أسمع خبطات خفيفة وتسقط شوية وتسقط أنا كان عندي الفضول فقمت وتشجعت وروحت فتحت الباب لكني لما فتحت الباب ما لقيتش حد رجعت ونمت وبرضو الخبطات اشتغلت لكن ما قمتش تاني في اليوم التاني قلت لاصحابي اللي معايا في الشقة على اللي حصل لقيتهم بيقولولي لاااااااااااااااااااااااالمين الموضوع ده بيحصل كتير واحنا من تعودين على كده انت بعد كده لا تقوم ولا تفتح لكن المهم لا تبقاش قال LEIN انو ما بيعحدش حاجة ا ايه هاااي الخبطات وتش نوع من چ neither طبعا كلام انا ما كنتش مقتنع لكن قلت خلاص طالما ما فيش حاجة بتحصل زيادة عن الخبطات دي فيش مشكلة وخاصة ان الخبطات ما كانتش بصوت عالي يعني عدت بعض الايام خدنا بعضينا كمجموعة قاعدة في الشقة وقلنا احنا لازم نروح ايه نتهوى شوية ونصهر برا ونتعشن مشينا وروح نتعشينا لكن واحنا راجعين كان يعني كنت محتاجة خش الحمام امر طبيعي بالنسبة للبشر المهم قلت الزميلي يلا يا عم انت هو مده بقى يلا عشان عايز اخش الحمام ايه المشكلة يا عم خد المفتاح اوه واسبقنا انت وروح وخش الحمام واحنا حنيجي براحتنا خدت المفتاح ومشيت ومديت قدامه وانا ماشي كان في طريقي ترعى مفروض ان انا بامشي جنبها مسافة معينة لكن وانا ماشي سمعت في الترعى كأن حب بيعوض انا بصيت ما شفتش حاجة في الاول اقنعت نفسي وقلت يا عم دي حتلاقها القرميت اللي في المياه ولا اسماك ولا اي حاجة من النوع ده مشيت لقيت الصوت تاني ببص لقيت شيء انتو ممكن ما تتوقعوهوش لكن دي الحقيقة انا لقيت حمار ماشي فوق المياه موسيقى طبعا انا زهلت في نفس الوقت انا اترعبت شلت عيني من بعيد عنه بصيت كده بصه يعني عالارض تعتبر وبعدين ببص قدامي لقيت ترمبا والحمر هو هو واقف بيشرب من حود ترمبا انا عديت من جنبه وانا مرعوب بس وقعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعديت وبعد ما عديت منه بخطوات بسيطة سمعت الصوب تاني على المية ببص لقيت الحمار تاني ماشي على المية انا خدت ديلي في سناني وجريت جريت لحد ما وصلت عندي باب البيت اللي الشقة فيه من كتر التعب انا وقفت خدت نفسي وبعدين طلعت وفتحت باب الشقة وجاي داخل داخل باب الشقة اللي المفروض ان احنا بنسيب الانوار مطفية مع عدل مطبخ لان لمبته صغيرة فبتدي اضاءة خفيفة جوه المكان عشان لو جينا والدنيا طبعا بتبقى ظلمة نعرف نتحرك جوه الشقة حد ما نقيد الانوار وكده مجرد ما دخلت وفتحت باب الشقة لمحت على الضوء الخفيف اللي جاي من المبخ واحدة ست طلعة من الحمام ودخلة على القوضة اللي المفروض ان احنا بننام فيها اللي هي فيها السراير لكن شكلها انا ما انتبهتش لغربته هي كانت لابسة عباية مترزة تطريز غريب وليها شعر طويل يعني زي ما احنا ما بنقول كده وسايح لكنه طويل لدرجة انه بيجر وراها على الارض انا شفتها وهي دخلة القوضة والشعر دخل وراها انا جريت اول حاجة جات في دماغي وده اللي انا باستغربله لحد دلوقتي ان اول حاجة جات في دماغي ان دي حرامية فانا داخل اشوفها بتسرق ايه ولا مين دي دخلت واول ما نورت النور ملاقيتش حد دورت في الشقة كلها ملاقيتش حد قلت احتمال يكون بيتيالي دخلت على الحمام وعملت حمام ده كان اول حاجة شفتها في الشقة دي وفي نفس الشقة كنت انا متعود دايما ان انا لما بسافر سواء كنت مسافر من قويسنا البلدنا كنت بمسافر بالليل او العكس برضو كنت باجي بالليل مهم وصلت البيت او الشقة بالليل واليوم ده كانوا كل زميلي اجازة وكلنا كنا اجازة لكن هم كانوا حييجوا تاني يوم الصبح انا الوحيد اللي كنت باجي بالليل مهم اول ما جيت ودخلت الشقة ودخلت الشقة وجاي هدخل القوضة لقيت نفس الست اللي انا هتتركوا عليها لقيتها قاعدة على السرير حط اديها حط اديها على الشباك بتاع القوضة اللي هو فوق السرير حط اديها يعني ممكن كده تقول ايد فوق ايد ودقنها على اديها بحيث ان هي سندة اديها بدماغها على الشباك من تحت وبتتفرج برا وشعرها نازل على السرير ومن على السرير نازل لحد ما يوصل للارض انا شفت المنظر وعرفت الشكل ده هو الست اللي انا شفتها المرة اللي فاتت مديت ايدي على الكهرباء وانا اباصس عشان اشوف الزرار بتاع النور ومجرد ما نورت النور وباليف وشي اختفت يعني ما بقتش باينة اللي انا كنت شايفها على الضوء الخفيف اللي جاي من برا الشارع ما بقتش شايفها اختفت وفي لحظتها خدت قرار اني لازم امشي من الشقة دي وفعلا مشيت وشفت مكان تاني واسكنت فيه وعلى فكرة مش دي الحاجة الوحيدة اللي حصلتلي في حياتي كان فيه موقف تاني حصلي لكن حصلي وانا في الاعدادي في تالت اعدادي الموقف ده كان عندي بنات عمي الاثنين كانوا عندنا في البيت لكن كانوا جايين زعلانين كان حصل موقف وهم زعلانين وطبعا هيروحوا عند مين راحوا عند عمهم عندنا في البيت بنتين كبار في الجامعة وهم عندنا وقاعدين ستي قاعدت تتكلم معاهم قاعدت تقنعهم وراغتهم والمفروض انهم عايزين يروحوا طبعا في الوقت ده الساعة 11 بالليل ما ينفعش اسيب بنتين سن الجواز ما ينفعش اسيبهم يروحوا لوحدهم ستي قالتلي ان انا اخدهم وروح اوصل وهم خدتهم ووصلتهم طبعا كالمعتاد ام امسك فيا وقاعدت شوية معاهم كلت اللقمة وشربت كباية شاي المهم قمت انا مشيت من عند عمي تقريبا على الساعة واحدة ونص بالليل وانا ماشي ووصلت مكان معين فيه بيت البيت ده بقى ليه قصة زمان وانحنا صغيرين كانوا دايما بيقولون على البيت ده اوعوا حد ييجي عنده لحسن البيت ده مسكون فما خبيش عليكم كنا وانحنا صغيرين بنقول هما بيخوفونا بس مكناش مقتنعين ان الموضوع ده حقيقي يعني مهم وانا قدام البيت لاحظت ان فيه واحدة ست قاعدة قدام البيت وبتردع عيل صغير على دراعها وجنبها عيلين صغيرين بيسحفو فكالمعتاد بتاعنا كفلاحين يعني سلام عليكم سلام عليكم يا خالة مش محتاجة حاجة بصتلي وما ردتش فعدت الكلام تاني يا خالة انت مش عايزة حاجة بصتلي واول ما بصتلي انا شفت عينيها عبارة عن جمرتين نار عينيها حمرا نار وقالتلي امشي من هنا بدل مأزيل انا شفت عينيها وسمعت الكلام ده انا جريت جريت موقفتش غير لما دخلت باب الدار وقفلت الباب وراي ووقفت ورا الباب وانا داخل ورزعت الباب وقفلت وراه لقيت ستة بتقول لي ما لك يا محمد ما لك يا ابن اصلي اصلي لسه بقول كده ولقيت باب البيت بخبط افتح يا ابني شوف مين لا لا ما تفتحيش ما تفتحيش يا ستة يا ودي افتح ما تفتحيش ما تفتحيش يا ودي افتح ما تخافش لما اصرت ستي انا لفيت بخبط وبفتح الباب بالراحة ولقيتها قدام لا مش الستة اللي كانت عند ال ده واحدة مجذوبة عندنا في البلد بخبط انتو انتو الناس المجذيب اللي بتلاقيهم كده ماشيين من غير لا اهل ولا دار ولا ولا بيت ولا اي حاجة بهدوم كده مبهدلة وشعر منكوش والشهة مليان طينة تخيالوا ان انا جاي من الخضة اللي فاتت دي وافتح قلقي دي قدامي انا فعلا كان قلبي حيوقف بقيت ستي بتقول ليه مالك يا محمد ايه اللي حصل حكيت لستي كل اللي حصل لقيتها بتقول لي هي ظهرت لك دي لها يا مين رتل الجنية اللي سكناها عارف يا محمد عمك فاروق الكفير ايو ايو يا ستي عارف عمك فاروق كان بيشوف عادل لكنه راح في ليلة وشاف الست اللي انت بتقول عليها لكنها لحظت نظر ومن يومها ما بقاش يشوف فكويس يا ابني ان انت طلعت من الموضوع ده وعلى خين وعموما انا هروح وقرأ هناك كده ايت الكورسي عشان ربنا يكرمنا وما تظهرش لحد تاني لا يا ستي لا اوعى تروح يا واد ما تخافش اوعى بس كده وان شاء الله مش هيحصل حاجة لا يا ستي يا واد ما تخافش اوعى بس وراحت ستي وفعلا قرأت ايت الكورسي هناك على حسب ما قالتلي انا ما روحتش معاه وبعدها يعني بقى نادر لما حد يشوفها اما القصة الثالثة بقى اللي انا هقولها لكم فدي مش قصتي انا كان والد الله يرحمه كان في واحد زميله معانا عندنا في البلد من سنه يعني كان دايما والدي بيقول له جملة كنت بستغرب لها قوي كان بيقول له يالله ياللي الكلب كان حيموته انا استغربت من الكلمة لدرجة ان انا اصريت ان والدي يحكيه للقصة ايه قصة الكلب اللي كان حيموته ده بدأ والدي وقال لي هو كان وهو شاب صغير كان بيتعب ابوه في حوار الري ده يعني مثلا كان يبقى والده وعيزه عشان يروح يروي يروي الارض بتاعته كان هو بيتهرب يروح يلعب هنا يروح اي حتة المهم انه كان بيهرب كده في حوار الري لحد ما جه في يوم كان المفروض يروي الارض هو خرج وقعد مع اصحابه برا لكن ابوه عاند معاه وقال له بعد ما رجع الارض ما ترويتش خد الحمار وطلع على الارض اروي اللي ليه خد بعضه وخد الفاس وركب الحمار وتلع على الارض ربط الحمار على راس الارض وبدأ يشغل المكنه عشان تجيب مية وبدأ ينظف المجرى بتاع المية اللي هو عندهم او عند الفلاحين بيسموه فحل المية او المسأ او الاناية ايا كان المسمى المهم ان هي المجرى اللي بتمشي فيها المية قاعد ينظف ولقى كلب جه جنبه والكلب قاعد يتمسح فيه وكأنه بيلعب معاه المهم ذق الكلب كده برجله كلب رجع تاني قال له امشي كلب رجع تاني اخر مزهق من الكلب يعمل ايه رح ضار بالكلب برجله وقال له امشي وكان دي المفاجئة ان الكلب رد عليه رد عليه وقال له امشي انت اغمى عليه لكن من حسن حظه انه وقع على ضهر وقع في المجرى بتاع المية على ضهره لو كان وقع على وشه كان اتخنق ومات لان كان وشه اتخنق انه وقع على ضهره ومن حسن حظه انه فضل مغم عليه لحد ما النهار طلع وبعد ما النهار طلع قام ومشي وحكى النا اللي حكاه ومن يومها وانا بقول له روح يلي الكلب كان حيموته ودي كانت نهاية خصتنا النهاردة اتمنى انها تكون عجبتكو اعزائي المشاهدين اتمنى منكم الاشتراك في القناة زائد تفعيل زر الجرس زائد اللايك والمشاركة في كل مواقع التواصل الاجتماعي زائد ان لو في اي حد منكم عنده فكرة عنده قصة يباعت هنم وليه تنويه اخير كل قصة انا بنقلها من شخص العهدة على الراوي يعني هو لو صادق لو كاذب انا لا اعلم العهدة على الراوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة